إخواني، أخواتي، السلام عليكم، أيثماذي اسماء الزلغفون إخواني سنقرأ حرفاً آخراً من حرفتي في ناغ ألا وهو حرف المي أساداً علو أسكيل مينو يام مراو تسا مراو سين يفضن سين مراو دقوس مراو تسا مراو سين يفضن تساتي ميدوين سام راو دقوس الدرس الواحد وعشرون تمسيرت سيم راو ديان يام يام بالعربية نقول الميم يام 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 أم الميم سقو فاسي غروز الماذ سقو في لغة داو سقوز الماذ غروفة سي من اليمين اليسار من الأعلى إلى الأسفل ثم من الأسفل ثم من الأسفل إلى اليمين يام سنكتب يام الميم فوق اللوحة تأخذ سطرين من اليمين اليسار من الأعلى إلى الأسفل ثم من اليسار إلى اليمين يام سنكتب يام الميم فوق الدفتر تتنري إنه هو اللوح لطمسن جريران يام يام فوق الصبورة من اليمين إلى اليسار ثم من الفوق إلى الأعلى ثم من اليسار إلى اليمين يام الميم سنكتب كلمة فيها حرف الميم سبق ودرسنا الحرف إي يي يام يام الميم نكتب مرة أخرى يام الميم نكتب يا لهي أ نقرأ إي ما مع الشدة نكتب الحرف يام مرتين إما بالعربية نقول أمي ألف ميم يا الشدة نكتب الحرف مرتين في الأمازيغية نكتب إما فوق الدفتر أنا ري إما نغوى اللوغ ي يام يام يا هي بالعربية أمي إما هي أمي ألف ميم يا أمي إما هي أمي أسكيل يام مقابل الميم يام يام الميم الدرس الواحد والعشرون تم سيرت سيم راود يان يام يام إما أمي يام يي يام يي يام 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 يما هي أمي يام يام الميم يام 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 أم أسنع لا أسكيل يام ما يقابله بالعربية حرف الميم رسمناه على الرمل أنجزناه بالعجائن ثم كتبناه على اللوحة وعلى السبورة وعلى الدفتر أسكيل أمينو يام اليوم درسنا حرفا جديدا ألا وهو حرف الميم إخواني أخوات الكرام أي ثماذي ثماء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أنتم وآليكم وأسلكم الكريمة تنمير تختكم ملوك ترجمة نانسي قنقر